موسيقى كشك الصحفة لهذا اليوم والبداية بأبرز العنوي موقع اخباري يتساءل لماذا اندلعت ثورة الحادي عشر من فبراير السلمية موسيقى وصحيفة عربية تتحدث عن ثورة مضادة قتلت مهندسها موسيقى ومن صحيفة عدن الغد تاجر في عدن يستخدم مدرعة وينصب نقطة تفتيش لتحصيل ديونه موسيقى ومن الاخبار المنوعة جدل في بلجيكا بعد اقتراح وزير لتدريس اللغة العربية بمدارس البلاد موسيقى السلام عليكم والبداية من الخبر الاول حيث يتجدد الجدل عاما بعد عام حول ثورة الحادي عشر من فبراير الشعبية السلمية خاصة مع حلول ذكرها السنوية ويتصدر هذا الجدل اعداء الثورة الذين يحملونها مسؤولية كل ما تشهده البلاد اليوم من حروب وخراب ودمار وتدخل اجنبي ويضع الموقع بوس تساؤلا في صفحته الرئيسية لماذا اندلعت ثورة الحادي عشر من فبراير عام الفين واحد عشر الجميع انصاروا الثورة واعداؤها لم يدركوا بعد حقائق التاريخ وثوابث علم الاجتماع التي سجلت الظاهرة الثورية في العالم اجمع وبينت اسباب الثورات ومراحلها واسباب تعثرها وانبعاث الثورات المضادة ويورد الموقع بوست الثورة الفرنسية كنموذج لحالة الكفاح الذي اتبعها وقال انها تعثرت وحصل الاقتتال بين الثوار وعاد النظام السابق للحكم ولم تنجح وتحقق اهدافها الا بعد مرور عشر سنوات تقريبا على اندلاعها لم يسبق ان اندلعت اي ثورة في العالم بدون اسباب ومطالب كبيرة لدى مختلف فئات الشعب وكذلك الامر بالنسبة لثورة الحادي عشر من فبراير السلمية فقد اندلعت لاسباب منطقية بعد ان تهيأت الظروف المناسبة لاندلاعها وعند التأمل في المطالب التي رفعتها فانه ليس من المبالغة القول بان اعظم الثورة في تاريخ اليمن فبالاضافة الى انها جاءت استكمالا لثورة السادس والعشرين مستمبر عام الفين عام الف وتسعمائة واثنين وستين الناشطة في الثورة الشبابية السلمية والحائزة على جائزة نوب للسلام توكل كرمان قالت انما يجمع قوى الانظمة المنهارة مع حلفائها الاقليميين على اختلاف محاورهم هو الخوف من التغيير الذي بشر به الربيع العربي واضافت في كلمة لها بمناسبة الدكرة السابعة لثورة فبراير تابعتها المواقع الاخبارية بينها موقع يمن مونيتور ان البديل عن مسار الربيع العربي هو الميليشيات الطائفية والدينية والانفصالية وجماعة العنف والارهاب وان الانقلاب الذي قاده صالح والحوثيون المدعوم من ايران ادخل البلاد في صراعات وحرب مدمرة وفتح الباب امام التدخلات الاجنبية ونوهت الى ان التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن عمل على اضعاف السلطة الشرعية وابتزازها لافتة الى ان التحالف انحرف عن اهدافه من مساندته للشرعية الى مقوض لها ومنقلب عليها وقالت كرمان ان الذهاب الى الانتخابات المختلفة لاقامة اليمن الديمقراطية الاتحادي متعدد الاقليم هو الطريق الوحيد لبناء السلام المستدام في اليمن عن مشهد جليل لم يعرفه العرب طوال تاريخهم كتب الوزير الاسبق للثقافة خالد ارويشان مضيفا في اجزاء من مقال نشرته بالقيس مرت اليمن بدورة سياسية استمرت ما يقارب عقدين من الزمن وتحديدا منذ قيام الوحدة عام 1990 حيث حاولت النخب السياسية القيام بعملية اصلاح سياسي وطني شامل من خلال المشاركة السياسية تم المطالبة بالاصلاح السياسي ومحاولة اصلاح النظام الانتخابي الذي وصل حد الازمة السياسية منذ ما بعد انتخابات 2006 حاول الحزب الحاكم المضي منفردا في قضية تسجيل الناخبين اواخر 2008 ليتم اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر اهنذاك في ابريل 2009 وردت احزاب المشترك على اجراءات المؤتمر باخراج مسيرات ومظاهرات ضد عملية القيد والتسجيل ودعت الى مؤتمر حوار وطني الامر الذي ادى الى تراجع المؤتمر والتوصل الى اتفاق نوفمبر بين احزاب المشترك والمؤتمر والذي قضى بتأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنتين لاتاحة الفرصة للاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لاجراء حوار وطني لتطوير النظام السياسي واصلاح النظام الانتخابي بما في ذلك الاخذ بالقائمة النسبية وكان ذلك الاتفاق بمثابة اعتراف بان الازمة السياسية قد بلغت ذروتها بيد ان عدم الوصول الى حلول واستخدام الحوار كتكتيك سياسي فقط فاقم الازمة وادى الى مزيد من الاحتقان السياسي والتدهور الامني والفشل الاقتصادي والتساع رقعة الفقر والبطالة واشاعة مزيد من اليأس والاحباط في نفوس المواطنين من حدوث عملية اصلاح شامل في اليمن ووصلت الجماهير فضلا عن النخب السياسي والفكرية الى قناعة تامة باستحالة التغيير او ايقاف التدهور عن طريق الحوار او مطالبة النظام الحاكم بالاصلاح وبات المراقبون ينظرون الى الوضع في اليمن انه في طريقه الى الانفجار اما عن طريق سقوط الدولة وانهيارها او حرب اهلية او ثورة شعبية تطيح بالنظام القائم وتتيح الفرصة امام التغيير الشامل الى موقع المصدر اللاين والذي عنون بخصوص اولئك الذين غطوا وجوههم قبل اشهر وقتلوا مدير بنك في عدن اثناء محاولة مصطو عليه وعنون الموقع شرطة عدن تعلن القبض على المتهمين بالسطو على البنك الاهلي ومقتل مديره وقال الموقع ان الشرطة في العاصمة المؤقتة عدن اعلنت القبض على المتهمين الرئيسيين بقتل مدير البنك الاهلي في المنصورة منتصف يوليو من العام الماضي وكان مدير فرع البنك الاهلي عبدالله سالم النقيب قتل برصاص مسلحين ارتدوا زي مكافحة الارهاب وصطوا على مقر فرع البنك في حي المنصورة لكن شرطة المدينة اعلنت القبض علي المتهمين في الحادث وقضايا اخرى وقالت انهما ينتميان الى تنظيم القاعدة وقال بيان للشرطة ان عملية القبض جرت بالتنسيق مع الوحدات الخاصة بمكافحة الارهاب التابعة لادارة امن عدن وقيادة قوات الحزام الامني في محافظة ابيان شرق عدن واوضح البيان سلمت قوات الحزام الامني في ابيان وحدة مكافحة الارهاب في عدن المتهمين وهما عضوان فاعلان في تنظيم القاعدة لاستكمال التحقيق معهما واحالتهما الى الجهات المختصة واضاف ان عملية القبض على عضوي تنظيم القاعدة جرت في احد المنازل بمدينة جعار وبعد رصد تحركاتهما الدائمة بين محافظات عدن وابين والمهرة الى العناوين الرئيسية في صحيفة اخبار اليوم وابرزها الرئيس هادي ثورة فبراير فككت تحالف الشر الانقلابي ولن نسمح باي مغامرات تحرف بوصلة المشروع العظيم وعنوان اخر شباب تعز يوقذون شعلة الثورة ويدعون لاعتصام مفتوح للمطالبة بسرعة استكمال تحرير المحافظة وعنوان لملف الصحيفة الحادي عشر من فبراير الثورة التي حطمت الخوف وارست حلم التغيير وايضا في عنوان اخر مدير امن شبوى يقول ليس هناك اي مجال للمواجهة مع قوات النخبة ومن الضالع مجند الكروت الحمراء يحتجون والمحافظ يوضح سبب تأخير ترقيمهم كانت ثورة فبراير خطابا رساليا اخيرا حول الابداع والعدالة والحرية حول الناس والامهم ومصائرهم حول فكرتي الجمهورية والديمقراطية وصارت ثورة فبراير جزءا اصيلا من ضمير الناس ومن تأريخهم وفي عامها السابع رأت اعداءها الجهلة يعبتون بجمجمة سلطان الثعابين فقالت الم اقل لكم هكذا يكتب مروان الغفوري مقاله المنشور في الموقع بوست مضيفا في اجزاء منه يعيش اليمنيون في قلعة المشاريع المتقاطعة وحدها ثورة الحادي عشر من فبراير صعدت من قاح المجتمع وراحت تنشد لكل الناس لم تكن اغنية فئة دون اخرى ولا مقدمة لحروب الطوائف والجماعات لم تقدم وعدا بالنصر لكنها قالت منذ اول يوم انه يستحيل هزيمتها الان وقد صارت جزءا صلبا من تاريخ مجتمعنا بعد ان تشرد ابطالها وخصومها بعد ان حولت ملك الجمهورية الى مسخ وجعلته عرضة للقتل في اي وقت بعد ان جاء الملكيون للانتقام من خطابها الديمقراطي والحق بالغ الاذى بمدينة الثورة بعد ان هرب الشجعان والجبناء الساسة والعسكر ها هي فبراير تعود وتمضي في سبيلها لا تحمل سوى القول سوى الاشارة وسوى الالهام لم ادعو الى قتل الملك دعوت لنظام حكم ديمقراطي قادر على اكتشاف قوى المجتمع كلها ورعايتها لم ادعو الى الحرب بل الى نظام جديد من العدالة والجدارة يجعل نشوب الحرب امرا غير ممكن جاءت فبراير ضمن ما يشبه الحتمية التاريخية بعد ان صار النظام اكبر منتج للمشاكل في البلد وبعد اشهر من اعلان النظام نيته تحويل الجمهورية الى سلطانية عائلية يصبح الشعب بموجبها رعاية لا مواطنين لم ننتظر ان تغلق فبراير النظام اليوم وتحكمه غدا ولا ان توقف الانحدار وتعيد الصخرة الى الاعلى دولة لكل المواطنين بالعتل والقستاص الى عنوان اخر يمكن اعتبار الخبر الذي نشره موقع عدن الغد اليوم اكثر الاخبار غرابة في ذات الوقت يمكن اعتباره مؤشرا على تدهور الحالة الامنية في العاصمة المؤقتة عدن ووفقا لموقع عدن الغد مالك بقال ينصب نقطة تفتيش ويستعين بمدرعات وهذا اغرب طريقة حصلت لتحصيل الديون في عدن قال الموقع ايضا ان مالك بقال تجارية في عدن لجأ الى طريقة هي الاغرب على الاطلاق لتحصيل ديونه من الاشخاص الذين استدانوا منه قبل اشهر وتخلفوا عن السداد يضيف الموقع قام مالك بقال تجارية بالبريقة باستقدام طقم امني ومدرع ونصب نقطة للتفتيش بحثا عن اشخاص تخلفوا عن سداد ما عليهم من ديون ويملك الرجل محلا تجاريا للمواد التموينية والغذائية وبات يعاني من مشاكل مالية بسبب عدم سداد الناس لمستحقاته المالية اذا بهذا الخبر من عدن نذهب لفاصل قصير بعد الفاصل نتابع ابرز ما اوردته الصحف العربية والعالمية بالاضافة الى بعض الاخبار المتنوعة ابقوا محلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أكثر خطراً على هذا البلد من الخوانة والمرتزقة الأميين المكاتلين حياكم الله من جديد خلافاً للأعوام السابقة تأتي الذكرى السابعة للثورة اليمنية بعد تطورات كبرى شهدها اليمن في الشهور الأخيرة وتمثلت بوصول الثورة المضادة إلى مرحلة قتل خلالها مهندسها علي عبدالله صالح على أيدي حلفائه الحوتيين بعد أن غامر بالتحالف معهم في طريق محاولات إجهاد ثورة فبراير والانتقام من رموزها ليقتل أخيراً وتبقى الثورة تواصل مسيرتها على أمل في التغلب على العراقيل والأزمات التي أدخلت البلاد وخلقتها محاولة وعد الثورة وتضيف صحيفة العرب الجديد في تقريرها الذي حمل عنوان ثورة مضادة قتلت مهندسها وبالعودة إلى الأحداث التي رافقت وأعقبت ثورة فبراير السلمية في اليمن فإن البدايات الأولى للثورة المضادة تعود إلى الشهور الأولى عام 2011 بعد اندلاع احتجاجات الشباب المطالبة بالتغيير وإسقاط نظام صالح إذ عمد النظام حينها إلى خلق تظاهرات مؤيدة له لمواجهة مطالب الثوار ولتبدو الثورة كما لو أنها انقسام سياسي لم يقف الأمر عند التظاهرات بل انتقل إلى الاعتصامات في بعض الأحيان كما حصل في صنعاء حيث كان حزب المؤتمر المتابع لصالح يدعو لتظاهرات كل جمعة في ميدان السبعين أو في ميدان التحرير في المقابل تظاهر للثوار واعتصام في ساحتي الجامعة والستين يتابع التقرير انتقم صالح من العديد من خصومه من مؤيد الثورة بالتحالف مع الحوثيين ليصل الأمر إلى ذروته باكتياح الحوثيين الصنعاء في سبتمبر عام 2014 وبتسهيل كبير من صالح وحزبه والوحدات العسكرية الموالية له ومع سيطرة الحوثيين على صنعاء كانت الثورة المضادة قطعت شوطا كبيرا بإسقاط حكومة الوفاق التي تشكلت بناء على المبادرة الخليجية كما كان الأمر بمثابة كسر لشوكة العسكرية والقبلية التي وقفت إلى جانب الثورة قالت صحيفة الشرق الأوسط في أحد تقاريرها عن اليمن إن ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليومين الأخيرين دفعت بالمئات من مجنديها الجدد في صنعاء إلى محافظتي صعدة والحديدة غربا وللإسناد لصفوفها المتهاوية في هذه الجبهات أمام ضربات الجيش اليمني وتقدمه المتسارع مسنودا بقوات التحالف العربي المدعوم من الشرعية وتفيد الصحيفة استنادا إلى مصادر رسمية قولها إن القوات الحكومية تقدمت في جبهة نهم شمال شرق صعدة شمال شرق صنعاء باتجاه منطقة مسورة في ظل معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية أسفرت عن استعادة عدد من التلال غرب قرية الحول وفي جبهة تعز يقول تقرير الصحيفة تسبب القصف العشوائي للميليشيات الحوثية على حي الدمغة بمقتل شاب وطفلة وجرح سبعة آخرين في وقت أفادت مصادر رسمية عن تحرير قوات الجيش الوطني جبلا استراتيجيا في مديرية مقبنة غرب تعز وقتل عشرة حوتيين إذن نعود إلى الأخبار المتنوعة والتي نبدأها من صحيفة القدس العربي والتي عنونت جدل في بلجيكا بعد اقترح وزير لتدريس اللغة العربية في مدارس البلاد وقالت الصحيفة يتواصل في بلجيكا الجدل الذي أثرته تغريدة لوزير الميزانية والوظيفة العمومية أندريف له اقترح فيها تعزيز تدريس اللغة العربية في مدارس البلاد وأشعل موجة من الانتقادات من سياسيين وأيضا على صفحات التواصل الاجتماعي وكتب الوزير البلجيكي عقب لقاء مع عبد الكريم بن عتيق الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المغربي كتب على حسابه على تويتر في إطار محادثاتي مع بن عتيق أكدت على ضرورة تعزيز مسألة تدريس اللغة العربية في المدارس الفيدرالية البلجيكية وتلك مسألة احترام وخطوة إضافية نحو التعايش المشترك ومنذ أن نشر الوزير الاشتراكي هذه التغريدة قبل أسبوع تهاطلت التعليقات حولها على تويتر ثم فيسبوك قبل أن ينتقل الموضوع إلى التلفزيونات والإذاعات وأيضا الصحف المحلية أما في أكثر الأخبار ضرافة ما أورده موقع قناة دي دابليو حيث عنونت حملة عالمية وتبرعات للبحث عن عروس للضفدع روميو تساءل الموقع هل يمكن لك أن تقترح عروسا مناسبة للضفدع روميو الضفدع البوليفي يبحث منذ عشر سنوات على عروس مناسبة لكن دون جدوى وقد انطلقت حملة عالمية لجمع تبرعات مالية لصالحه فما السبب وراء ذلك؟ يعقد الضفدع البوليفي روميو آملا كبيرة على عيد الحب في الأسبوع المقبل بعد أن أمضى عشر سنوات بدون تزاوج ولا أولاد وتم تسجيله في أحد المواقع المتخصصة في البحث عن شركاء على أمل أن يجد زوجة من فصيلته النادرة التي توجد فقط في بوليفيا وجاءت هذه الخطوة الطريفة في إطار حملة عالمية تهدف إلى جمع تبرعات مالية تقدر بخمسة عشر ألف دولار قبل الرابع عشر من فبراير الموافق لعيد الحب وذلك بغرض المساهمة في البحث عن ضفدع من نفس فصيلة روميو وقال أحد العلماء من المنظمة العالمية للبيئة والحفاظ على الحياة البرية نحن لا نريده أن يفقد الأمل ونحن أيضا من يتأمل واقع اليمن في السنوات الأخيرة قبل ألفين وأحد عشر سيجد أنها كانت تسير نحو الانفجار إما بالثورة أو الانهيار يرصد الكاتب زايد جابر المحطات الهامة التي أدت إلى اندلاع الثورة الشبابية في مقال جاء فيه مرت اليمن بدورة سياسية استمرت ما يقارب عقدين من الزمن وتحديدا منذ قيام الوحدة عام ألف وتسعمائة وتسعين حيث حاولت النخب السياسية القيام بعملية إصلاح سياسي وطني شامل من خلال المشاركة السياسية تم المطالبة بالإصلاح السياسي ومحاولة إصلاح النظام الانتخابي الذي وصل حد الأزمة السياسية منذ ما بعد انتخابات 2006 حاول الحزب الحاكم المضي منفردا في قضية تسجيل الناخبين أواخر 2008 ليتم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر آنذاك في إبريل 2009 وردت أحزاب المشترك على إجراءات المؤتمر بإخراج مسيرات ومظاهرات ضد عملية القيد والتسجيل ودعت إلى مؤتمر حوار وطني الأمر الذي أدى إلى تراجع المؤتمر والتوصل إلى اتفاق نوفمبر بين أحزاب المشترك والمؤتمر والذي قضى بتأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنتين لإتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لإجراء حوار وطني لتطوير النظام السياسي وإصلاح النظام الانتخابي بما في ذلك الأخذ بالقائمة النسبية وكان ذلك الاتفاق بمثابة اعتراف بأن الأزمة السياسية قد بلغت ذروتها بيد أن عدم الوصول إلى حلول واستخدام الحوار كتكتيك سياسي فقط فاقم الأزمة وأدى إلى مزيد من الاحتقان السياسي والتدهور الأمني والفشل الاقتصادي واتساع رقعة الفقر والبطالة وإشاعة مزيد من اليأس والإحباط في نفوس المواطنين من حدوث عملية إصلاح شامل في اليمن ووصلت الجماهير فضلا عن النخب السياسي والفكرية إلى قناعة تامة باستحالة التغيير أو إيقاف التدهور عن طريق الحوار أو مطالبة النظام الحاكم بالإصلاح وبات المراقبون ينظرون إلى الوضع في اليمن أنه في طريقه إلى الانفجار إما عن طريق سقوط الدولة وانهيارها أو حرب أهلية أو ثورة شعبية تطيح بالنظام القائم وتتيح الفرصة أمام التغيير الشامل غمرت الثلوج عددا من الأحياء في المدن اليابانية وتوقفت حركة المواصلات في عدد من المناطق جولتنا المصورة من صحيفة الجارديان والتي قام مصوروها بجولة في عدد من الأحياء التي غطاها الثلج ترجمة نانسي قنقر إذن بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون وقد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة أترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاركاتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر